والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين اهلا بكم ومرحبا مع السيرة الخالدة سيرة محمد بن عبد الله افضل الخلق اجمعين سيد الاولين والاخرين امام الانبياء والمرسلين عليه وعلى آله واصحابه افضل الصلاة والتسليم وما زلنا مع هذه السيرة العجيبة السيرة فصلت كما لم تفصل سيرة اي انسان بعجزائها العجيبة وبتفاصيل حياته والعجيب عندما ترى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ترى ان تفصيل سيرته قبل البعثة كان مختصرا بسيطا جدا يعني سنين تمر لا شيء ان حياة انسان تقريبا حياة عادية لكن عندما ترى الحياة بعد البعثة تجد ان السيرة مجلدات قبل البعثة يأخذ فترة وجيزة جدا ما بعد البعثة تفاصيل دقيقة لان البعثة هي الفرق نحن لا نتحدث هنا عن حياة انسان مذكرات انسان عادي نحن نتكلم عن مذكرات سيد الخلق اجمعين وبالتالي هذه السيادة للخلق انما جاءت بسبب البعثة بسبب الرسالة بسبب النبوة بسبب ختم الرسالة ولذلك سنجد تفصيلا شديدا بعد البعثة لكننا ما زلنا نفصل بعض حياته قبل البعثة وذكرنا كيف نشأ في حياته الاولى وكيف تربى والذي ادبه هو الله عز وجل فرباه على كثير من المعاني وتخلق بالاخلاق السامية ولم يعبد صنما قط وظل على هذا الحال الى ان وصل عمره عشرين سنة لما صار عمره عشرين سنة حدث في مكة حادث عظيم الا وهو حرب الفجار هذه الحرب كانت نتيجة عداء بين قبيلة هوازن وقبيلة قريش قريش تعرفون في مكة هوازن خارج مكة لماذا سميت بهذا الاسم سميت لانها حدثت في الاشهر الحرم والاشهر الحرم تحدثنا عنها سابقا اربعة رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم يمنع فيها البدء بالقتال مسموح الدفاع لكن ممنوع البدء بالقتال ومن يبدأ بالقتال فقد فجر لانه خالف الدين اي دين العرب كانت على دين ابراهيم عليه السلام كما تحدثنا كانوا مؤمنين موحدين اله ان جاء الملعون عمر بن لحي فغير دينهم وادخل لهم الاصنام لكن بقيت اشياء كثيرة من دين ابراهيم فيما بينهم منها الحج ومنها الاشهر الحرم بقيت قضية الاشهر الحرم فكانت حرام عندهم البدء بالقتال بالاشهر الحرم هكذا كانت بداية المسألة بداية المسألة انه ممنوع القتال في الاشهر الحرم هوازن استغلت غفلة قريش ماهي منتبهه ماهي منتوقع هجوم لانه اشهر الحرم استغلت هذه الغفلة بالبدء بالهجوم وفجرت فسميت حرب الفجار العرب فجرت خمس مرات كانت مشهورة ما يقاتلون يعني الواحد يرى قاتل ابيه في الاشهر الحرم ما يمسه ما يثر بسبب حرمة الاشهر الحرم كانت قضية عظيمة عندهم لكن هوازن فجرت وهنا هبت قريش للدفاع وكانت قضية عادلة بالنسبة لقريش الدفاع في الاشهر الحرم فالنبي صلى الله عليه وسلم شارك في هذه الحرب لكنه ما قاتل وانما يقول كنت انبل لأعمامي في يوم الفجار انبل يعني اناولهم النبال يرمون بها وقيل انبل يعني احميهم من النبال ان لا تسقط عليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا شارك لكن شارك مشاركة تقريبا المتفرج ليس المقاتل لاجل ان يعرف المعركة ينظر لها تعرفون اللقات الممكن ما يشوف المعركة ككل لكن الذي يدخل في المعركة وهو مراقب اكثر منه مشارك سيرى ماذا يحدث وكيف تتحرك الجيوش وكيف يبدأ الهجوم وصد الهجوم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرى ويراقب اذا لم يسمع بالحروب سماعا وانما رآها رأي العين وهذا جزء من تربيته صلى الله عليه وسلم وجزء من تربيته قضية الدفاع والظلم الذي وقع في قضية الفجار فهذه من الامور التي حدثت في النبي صلى الله عليه وسلم وهو في امر عن اشتنين سنة تقديم ايضا حدث حلف يسمى حلف الفضول في اثناء هذا كله في الاحداث التي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم حلف الفضول له قصة واحد من اهل اليمن فقير مسكين تاجر من تجارة خفيفة ذهب الى الحج ومن ضمن الحج تعرفون يستغلون فترة الحج للاتجارة لا دناها عليكم ان تبتغوا فضلا من ربكم فما في مانع الواحد الحج وايضا يستغل هذه الفترة يبيع شيء يشتري شيء لا مانع فهذا اليمني باع بعض البضاعة التي عنده الى العاصي ابن وائل العاصي ابن وائل سيد من سادات مكة عظيم من عضلائهم تاجر كبير من تجارهم وهو ابو عمر بن العاص رضي الله عنه فالعاصي ابن وائل اخذ البضاعة ولم يعطي الرجل المال قال بعد نعطيه جاء له في اليوم الثاني اعطيني اماني اخض وظل يماطل سبحان الله بعض التجار يماطلون للفقراء تلقى عند عمال فقراء مساكين ما يعطيهم راتبهم لا يريد ان يوفر لكم فلس ولا يريد ان يؤخرهم حتى يستغلها بيتاجر فيها ولا ياخذ ربح عليها من البنك ولا غيرها والعياذ بالله ظلم هذا المسكين يعني يعيش على هذا انت غني الله سبحانه وتعالى اعطاك سبحان الله بعض السادة بعض الامراء بعض الكبراء بعض التجار لا يتق الله في هؤلاء الذين يعملون عنده لا يتق الله في الذين يتعاملون معه يشتري بضاعة ما يتع فلوسها امال عندما يعطيهم هذا ظلم ظلم فاتقوا الله عز وجل اعطي الاجره اجره قبل ان يجف عرقه هذا من الظلم ان يفعل الانسان هذا والله سبحانه وتعالى اغناك الله سبحانه وتعالى وسع عليك وعطاك هذا المسكين ما عنده غير هذه الاموال يعيش عليها بعض الناس يأتون من بلادهم الى مثلا بعض الاماكن عندنا في الجزيرة ويعملون مع بعض التجار الظلمة او بعض الشركات الظالمة يجلس اشهر والله ما يعطونا راتب الى ان يقوم بثورة ولا يقوم بكذا يعني حرام حراما يفعل بالناس هذا اتقوا الله في هؤلاء البعاف اتقوا الله في هؤلاء المساكين اعطوهم اجورهم الله سبحانه وتعالى يحاسبكم على هذا اتقوا الله خافوا الله عز وجل في هؤلاء والله سبحانه وتعالى اغناكم عن هذه الاموال البسيط وهم محتاجين اليه فهذا الامني المسكين محتاج هذه الاموال ما عنده غيرها وهذا العاصب نواء التاجر كبير رافضا يغطيه وظل كل يوم يماط لا يماط لا انقال ما عندك شيء ما لك شيء عندي فاليمني ماذا يفعل مسكين ماذا سيفعل بمواجهة سيد من سادات مكة وهو تاجر فقير ويعني رجل مسكين ففعل شيئا عجيبا ألف بعض الأبيات الشعرية وذهب إلى سادة قريش كانوا يجلسون في دار الندوة دار قصي بن كلاب حدثناكم عنها سادقا فمجتمعين هنا فدخل عليهم في دار الندوة فبدأ ينشدهم الأبيات في ذنب قريش وظلم قريش واستغلال قريش للتجارة وأخذهم للأموال فقال والله إذا ما أرجعتوا لأموالي لأطوفن في العرب أحدثهم بهذا طبعا الكاجر يشتري سمعته يعني لو اشتهر بين الحرب أن قريشا لا تعطي الناس أموالها وتأخذ أموالها لن يتاجروا معهم وإذا لم يتاجروا معهم قريش ما عندها لا زراعة لا صناعة تعيش على التجارة فخافوا على أنفسهم أولا وعلى سمعتهم والتاجر يعيش على سمعته التاجر يشتري سمعته فعندها قام ثلاثة كلهم يسمى الفضل ونادوا بالتحالف عمل حلف لغد الظلم عن المظلوم حتى ولو كان الظلم